السوابات تعالوا مقول لكم أقول لكم الحديث كلها اللي خاصة في فضاء سورة الكهف كنت كتبهها لكم كلها أولا حديث سيدنا أبي الدرداء من قرأ العاشر الأوفي من سورة الكهف عاصمة من فتنة المسيخ الدجال وأصلا فيه حديث تاني رواية تانية من القرأ واللي حفظ العاشر آيات الأولى فاته بتحفظها كلها عشر ربنا نجينا من فتنة الدجال لأن فتنة الدجال أعظم فتنة موجودة على المسلمين هي فتنة الدجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف وأخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض كمان من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال غيروا الدجال أخوثني عليكم أعظم فتنة على المسلمين فتنة المسيح الدجال قال إن يخرج عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم خلاص عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم فإمرؤ حجيجه فكل إمرؤ حجيجه إيه؟ حجيجه نفسي والله خليفتي على كل مسلم حديث البراء من قرأ رجل الرجل اللي قرأ رجل صورة الكهف وفي الدار دبا اللي هو كان يقال أنه أسيد سيدنا أسيد قال إن في الدار كانت دبا فجعلت تنفر فتنظر فإذا ضبابة فإذا السحابة فإذا غشيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ فلان كذا فأنزل السكينة السكينة نزلت ونزلت ليه؟ الملايكة نزلت ليه؟ نزلت علشان صورة الكهف بسورة كهف كان طبعا هو سيدنا وسيد بن حضير اللي أنا أقولت لكم عنه برضو حديث سيدنا أبي سعيد الخضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ صورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة ينها ربي ده نور كبير قوي تخلوا من بيتك لحد مكة قولوا ان المكة مسجت تساعات سفر بالطيارة يعني لا مسافة كبيرة كانت له نورا من مقامه الى مكة ومن قرأ عشر ايات من اخرها ورواية تانية من اولها عصمة من ثم خرج الدجال لم يضره ذلك وعصمة فتنة المسيح الدجال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة النهاردة الله له نورا بين الجمعتين برضو حديث سيدنا بن عمر من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة صاطع له نور من تحت قدميه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين عن عائشة برضو رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بسور أمل أعظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها الأجر مثل ذلك الأجر من قرأ يوم الجمعة سورة الكهف فغفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام أو قرأ الخمس الأواخر من عند نومه وهكذا كل دي سوبات قراءة سورة الكهف النبي صلى الله عليه وسلم قار البيت الذي لا تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله الشيطان طيب خلينا بقى نتكلم عن سورة الكهف والفتن اللي موجودة في سورة الكهف ليه سميت سورة الكهف بهذه الاسم ليه ما سميتش مثلا بزل كرنين أو سميت مثلا بالتاني صاحب الجنتين أو مثلا فتنة العلم مثلا موسى والخضر ليه سميت سورة الكهف بسورة الكهف علشان قصة أصحاب الكهف طب ما فيها أربع خصص وأربع فتن ليه أصحاب الكهف بخصوص علشان أصحاب الكهف الوحيدين اللي ما راجعوش بيتهم صاحب الجنتين دعا إلى الله ونصح صاحبه في زينة الدنيا ورجع لبيته سيدنا موسى صاحب الخضر شوف قال مشي ثمانين سنة ولا ميت سنة ولا صاحب الخضر علشان تلت مسائل فقط تلت مسائل فقط معناها قل لها أنت تظن في الله تظن الحسن وعرف أن القدر الله حتى خير حتى لو أنت مش شايف كده أصحاب السفينة الجدار قتل الغلام شفتوا إزاي بس عشان يعني طب ليه مسلا ماش كده أصحاب رجع بيته برضه سيدنا موسى بعد ما تعلم من الخضر رجع بيته ذو القرنين اللي ملك السلطة ما بين المشرقين والمغرب وكان له الجيش عاصيم ذو القرنين القوتي يا العلم واقوتي واقوتي كل دوت ذو القرنين بعدها إلا حسن خلاص رجع لبيتهم إلا أصحاب الجهر إنهم فتية آمنوا بربهم سغيرين آمنوا بربنا سبحانه وتعالى فزادهم وده ربنا زادهم وده وألهمهم الرشد بتاحهم هنتكلم عن الكلام ده النهار ده فما رجعوش بيتهم فشوفوا الله الشكور بقى الله الله عز وجل الشكور حصل إيه آه من الله عز وجل بإسمه الشكور على أصحاب الكهف فسميت الصورة صورة صورة الكهف والكهف أكبر من الغار يا جماعة الغار صغير الأكبر منه شوية الكهف فيه برحم في المكان واسع في المكان فسمية صورة الكهف بقى كذا طب تعالوا بقى سفاكرين لما قعدنا نتكلم عن البلاغة وبلاغة القرآن وتدبر آيات القرآن فاكرين لما تكلمنا كلامنا وقلنا إن هات أوخر السورة مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب اللي بعدها إن أنزلناه في ليلة القدر يبقى السجود بعدها ليلة القدر صلاة وسجود طيب هاتو بقى قبل سورة الكهف سورة الإسراء الله بصوا نهاية سورة الإسراء الحمد لله كان كلها أسماء وصفات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير الله أكبر جبع ديها الحمد لله الذي أمزل على عبده الكتاب ولم ها الله جميع بصوا الحمد اللي انتهى به سورة الإسراء أسماء وصفات والحمد اللي ابتدت به سورة الكهف وركزه معايا لإني دا الفهم والتضب وركزه معايا الحمد اللي ابتدى به سورة الكهف حمد احمد ربنا أصلا إن ربنا نزل الكتاب احمد ربنا أصلا على القرآن شفتوا الجمال شفتوا الجمال أنا عايزاكوا كده وعايزاكوا وإنتوا مركزين في الصورة مركزين في الكلام دوت لإني دا التدبر الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عيوجة أبدا فالحمد على الفعل وعلى تنزيل الكتاب من الله عز وجل شفتواهي ودعا لكي خرصين